اهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد اللبناني حركة بلا بركة هكذا يصف الكثير حال المشهد اللبناني دبلوماسيون غربيون موفدون عرب رسائل من هنا وهناك واجتماعات مع جميع الأطراف والنتيجة كما يبدو صفر حلول حتى الآن أكان في موضوع وقف اطلاق النار في جنوب لبنان أو في الملف الرئاسي اللبناني محصلة الحركة الدبلوماسية خطة آموس هوكستين وارتباطها بالرئاسة وفتح المجلس النيابي أمام جلسات انتخابية وغيرها من المواضيع نبحثها اليوم مع ضيفينا مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري أستاذ علي حمدان والكاتب السياسي جوني منير سهلا فيكم بحلقتنا الليلي ولكن قبل بداية الحوار نتوقف سويا لمتابعة التقرير التالي إذا الدول الغربية عم تكترح أن الحزب الله بدو يحط رئيسي اللي هو بدو نحنا ضدها للدول الغربية حتى لهم مقابل أكيدة يبعدوا عن الحدود أنا مع أنه يتراجعوا بس الجيش يستلم مش بمقابل شي رئيس جمهورية لا رئيس جمهورية رئيس جمهورية بيختاروا فئة من العالم بدو يختاروا البرلمان كله سوا لو بدنا نحنا نطلع رئيس كنا طلعنا من زمان كتير صلنا 30 سنة بنجر فينا حزب الله هو دجا على كل الأحوال هو اللي بيقرر مين بيجي ومين ما بيجي هو دايماً صاحب القرار حزب الله يعني لوحده بدو ينتخب رئيس جمهورية شوه لبنان اللي قاله إذا بدو ينفذ القرار 1701 بيتراجع وجوه بيتفق مع الأطراف الباقية وبيجيبه رئيس أنا بد بلد يعطيني أمان وشوية انفرستركتشر ويعطيني شوية شعور بالراحة لا أقدر عيش فيه استاذ علي رحبلش معك رئيس مجلس النواب ولسيما في ظل غياب رئيس جمهورية دون شك أنه محور الحركة الدبلوماسية واللقاءات مع المفادين الدوليين هل تلقى مؤخراً رسالة من المفاد الأمريكي آموس هوكستين أو اتصال هاتفي كما نقل المعروف أنه المفاد الأمريكي زار لبنان مرتين صح وعلى أثر ذلك كان فيه تمحور الوضع على تبايد الأفكار وعرض أفكار لتصور الحال ما بعد التهدئة في غزة وكيفية بالدرجة الأولى أثنين كيفية عدم تصعيد الحرب باتجاه لبنان وكان واضح تماماً بالحوار أنه اليوم فيه القرار 1701 ويلي هو مطلب لبنان من الـ 2006 تطبيق الـ 1701 بعد منها كان فيه إلو زيارات بالمنطقة بس لا ما فيه زيارة على لبنان لكن التواصل حصل باتصال يعني فيه حصل اتصال هاتفي بالموضوع لمتابعة بعض الأفكار شو هي؟ يعني أي فكرة كان متوقف عندها؟ أنه عدم التصعيد من قبل الحزب أن يتراجع الحزب كيلومترات إلى الخلف عدم ربط غزة باللبنان شو كانت؟ يمكن كمان استثنائتي الورقة الفرنسية أو الورقة الفرنسية اللي هي تضمن كل هدون فيه شي بيتشابه بهذا الأمر يعني ولكن خلينا نحكي هذا اللي هني عم يحاولوا يعني الفريق الوسيط خلينا نقول سواء الفريق الفرنسي أو الفريق الأمريكي والفرنسي بيقول أنه أنا عم منسق خطواتي مع الأمريكي وعم بطلع الإسرائيلي من الجهة الثانية لبنان معنى بمطالبه ولبنان معنى بوضعه وشو اللي بيناسبه لسيادته لأرضه لاستقلاله نحن كتير متمسكين بالألف وسبعمائة وواحد لبل هيدا الموقف الرسمي والشعب اللبناني إذا بنا نقول أنه فيه قرار ألف وسبعمائة وواحد خلي يتطبق هيدا القرار كل اللي عم يطالبوا فيه هو موجود بالألف وسبعمائة وواحد أصبح مبدنا مثلا رح هون بستذكر بالألف وستة لما كان عم ينعمل الدراف طبعا لألف وسبعمائة وواحد بمكتب الرئيس بره نسؤل بهديك الفترة كان السفير الأمريكي دايفيد ويلش يلي هو مدير الشرق الأوسط ومعه بلبنان كان سفيرهم فلتمن طيب ليش وقف العمليات الحربية سيسيشن أوف هستوليتيز ليش مش وقفت لقناري يعني وهيدا جديدة قال هيدا بتخذ له الوقت شي 7-8 أيام 10 أيام منكون عملنا وقفت لقناري وهون ملاحظة اتفق على انه شو بيرعى المرحلة من الآن حتى وقفت لقناري سواء بعد 7 أيام أو 10 أيام كان الاتفاق انه هناك تفاهم نيسان واتفق على انه هذا يذكر بمجلس الأمن بمعرض المناقشة كانت سكراتري أوف ستايت بهديك الأيام كونداليسا رايس وكان ممثل الدول العربية المجموعة العربية هو قطر كان عم يحضر وزير خارجية قطر ونائب رئيس مجلس الوزراء اللي هو الشيخ حمد بن جرسل واثنين اصروا على ربط المرحلة تبقى قواعد الاشتباق مرعية بواسطة التفاهم نيسان اللي حاصل سنة 96 الى ان يصار الى وقفت لقنار وتطبيق القرار اليوم لما تقولي نحن مطلبنا 1700 واحد هيك عم بيرد الرئيس بري على طرح آموس هوكستين بعد ما في طرح من آموس هوكستين ما نخلط الأمور ولا مرة قدمتها أفكار وعد بأنه في القريب العجر لبل حدد خلال يومين بدوا يبعث هذا من بعد آخر اتصال انه خلال يومين بدوا يبعث نص مكتوب لأنه حتى يصير التفاوض بشي مكتوب مش قيل عنقال وهذا الطريقة للأسلم حتى الآن ما في شي مكتوب أمتى كان الاتصال أمتى بعد يومين من من يومين لا أكتر يعني تأخر تذكريني بالرحابن يعني راح يا بلك الويك أند يعني منتظر متوقع خلال نقولها الأسبوع ينبعد شيء متوقع وأن يكن أنه اليومين صاروا جمعتين آه هل قد أستاذ جوني منير متابعتك إذا بدي ابني عم بيقوله أستاذ علي أنه ناطرين طرح من الموفد الأمريكي أموس هوكستين هل في صراع أمريكي فرنسي لأبعث شوية راح أسأله عن الورقة الفرنسية يعني الورقة الفرنسية تقدمت ولكن ما في رد رسمي من الجانب اللبناني أموس هوكستين ما في طرح بس في أفكار نحكى فيها أي جهود دبلوماسية هي اللي يتركز عليها أكثر الصراع أمريكي فرنسي كانت صراع كبير يمكن بس ما في تطابق ربما أو تنسيق أمريكي فرنسي صحيح بموضوع الورقة في أسباب كثير ألوى بس قد يكون أنه الأمريكي مش مش صاير تنسيق أمريكي فرنسي حول موضوع الورقة اللي حصلت أموس هوكستين مضبوط مثل ما عم بيقول أستاذ علي أنه عنده أفكار تقدم بأفكار وكنت كمان بهذه الفترة اللي مقرر فيها هو أنه ما يجي على لبنان ربما رهانا على تحمية الوضع أكتر أو أنه الحماوي تنضج أكتر الأفكار اللي عم بيحطوها لكن تشاور مع عدة فرقاء في لبنان وتشاور حتى على ما يبدو على المستوى الديبلوماسي الخارجي حول كيفية تصور وضع تصور للصورة في لبنان لمرحلة ترتيب الوضع ما بعد غزة أو ما بعد أو وصولا للقرار الألف سممية وواحد عنا انتباع خاطئ نحن أنه الألف سممية وواحد سيجري تطبيقه فورا من نتاع أو منحطه تعني تفهم علي بالحقيقة لا في عندك خارط الطريق كما عم يجري البحث هلأ أو كما عم تناقش هذه الأفكار خارط الطريق وصولا للتأمين طريق معبدة مرتبة لتوصل الألف سممية وواحد بتبدأ أول شي هي بثلاث مراحل مثل مفهمة الجاري الحكي فيها أول واحدة هي تثبيت وقف اطلق النار في لبنان يعني وقف اطلق النار لن يكون أوتوماتيكيا مع وقف اطلق النار غزة رغم أنه حزب الله رابط بيقول أنه توقف عن اطلق النار لما توقف في غزة لكن ما يبدو الإسرائيلي بهذا الوارد ولا يبدو حتى الأجواء الغربية يعني بترجح أنه الإسرائيلي يكفي أكثر بهذا شي منطقي لحتى يقدر يرتب الأمور وقف اطلق النار فكيف وقف اطلق النار مش هك которые وقف اطلق النار يعني إذا مربوط الجنوب بغزة ما ي explor machst حزب الله يقول حزب الله ورابط واموس أكستين بحديث نقل الإسرائيلي ليس رابط الإسرائيلي يكف لو يوجد هدنة بغزة يكفي الإرجح قالوا طيب ثاني مرحلة plak كيف تعملي وشو بتعملي على سبيل المثال يعني الأسلحة يلي ما بدك يعني هذا وقفة الأنار مشان يرجعوا الناس على بيوتهم هون أو بالمقطع التنين طيب ما كانوا عنده شروطه بهذا الموضوع مين بهم فيه هون تيجي الفكرة الفرنسية يلي ممكن انه إعادة استحضار الاتفاق يلي صار بعد عنقيد الغدر سنة 1996 وبالتالي إنشاء اللجنة هذه اللجنة اللي تتولى يعني مثلا صوريخ يلي متنقذ منه حزب الله المنطقة يلي كيف سحب الأسلحة تقيلة يلي بتودى للطرفين إنه يوصقوا يرجعوا الناس تاني نقطة تاني مرحلة بس تخلصي منها بتوصل إلى مرحلة التفاوض من أجل تثبيت الحدود البرية الحدود البرية اللي هلأ ضمن الحديث بعد فيه ثلاث نقاط فيها أساسية عدى مزارع شبعية اللي كمان هون علامة استفهم يلي لم يشمل شيء في هذه المرحلة وهيدي إلى معناها الثلاث نقاط هي البي وان هي الغجر وهي مسكة فعام في أفكار ما تروحة لقلهم وبس تخلصي هذه النقطة تثبيت بتروحي على الرحلة التالتية اللي إلي عليها بموضوع الـ 1701 وبالتالي نشر الجيش اللبناني لعديد تبعه تعزيزه وترتيبه وما إلى هناك حتى الأمريكيين لما فشلوا مؤتمر بريز تبع الدعم للجيش أعتبروا أنه لازم يتناسب مع هذه المرحلة مش قبل يعني عملياً هالثلاث نقاط أنت عم تقول لازم تسبق لـ 1701 ثلاث مراحل تسبق لـ 1701 آخر مرحلة لـ 1701 أستاذ علي لما بتقول لي نحن متمسكين بالـ 1701 الرئيس بري تحديداً تؤيد كلام جوني أنه في مراحل ستسبق ومنها الترسيم البري اللي قاموا سوكستين كمان هو كان طرحاً أو لا مباشرةً بدنا نفوت بالـ 1701 شوفي خليني يقول أنه موقف الرئيس بري وموقف الدولة اللبنانية نعم سواء وزير الخارجية أو دولة رئيس الحكومة أعلنوا على التمسك بالـ 1701 وموقف لبنان هو تطبيق الـ 1701 بدي بس عقب على نقطة صغيرة وبرجع لك وقالك أنه موضوع ربط غزة بجنوب لبنان صار في أناعة اليوم بأمريكا بالموقف الأوروبي البريطاني المعظم يلي عما يشتغلوا بهيدا المسار وبالأزمة اللي ضار بالمنطقة عندنا أنه اليوم كل ما يجري هو صدى لما يجري في غزة وبيقتقدوا أنه معالجة أمر غزة هو بيسهل كل المعالجات التانية هاي نقطة أولى هلأ ليش نحن صحيح العدو من مصلحته بده يعملها قبل كل بده يعمل مصلحته وتاني شيء أنه بهمه يثير قد ما فيه أوراق وأنه أنا ما عندي ثقة ليش نحن عنا ثقة من 2006 إلى هلأ الإسرائيلي عامل خروقات تتجاوز عشرات الألاف وهذا كل يتو مش إدعاء هذا كل يتو دوكومنترد يعني شيء موسق بمجلس الأمن صحيح بكل تقرير للأمم المتحدة إنما عدد ذلك في تهجير عندهم بمنطقتهم في تهجير بالجانب اللبناني عدد النازحين من بيوتهم بمنطقة الشريط الحدودية بيتجاوز الأرقام اللي بمنطقة فلسطنة بس كيفنا نبلش إنما اليوم ما بعرف إذا سحلك تطلع عليه للقرار 1700 و 1 أهم شيء نحن إذا من ناخد أولويات عظيم فيهم يعملوا المسار التقديمات اللي بدون يها الورقة الفرنسية بتحكي عن مرحلة اثنان ثلاثة أهم شيء لبنان لازم يحكي عن أي مرحلة من المراحل عن مصلحته بنص الانسحاب الإسرائيلي هيدا السؤال يعني لبنان هو 1700 و 1 هو قرار كامل ولكن مين بيبدأ تطبيقه قبل الجانب الإسرائيلي أو الجانب اللبناني فرست إن فرست أوت أنه أنت عم تحكي عملتي قرار له لأنه حصة حرب طيب عال بالألفين انسحب تحت ضربات مقاومة من معظم الأراضي اللبنانية القرار 425 يلي نحن لازم نظلنا متمسكين فيه كمان بيحكي عن انسحاب إسرائيل لحدود الدولية يعني وحدود لبنان ما بدنا ترسيم الجنوبية البرية لأنه حدود لبنان مرسمة من قبل ولادة الكيان يعني من العشرينات القرن الماضي لحدود ما بين فلسطين و لبنان هي مرزومة فضلوا منرجع لما عم تحكم مع هوكستين يمكن حضرتك تحضر اللقاءات أستاذ علي شو جواب الرئيس بري بيكون فليبدأ الإسرائيلي بالتطبيق أو وقف الاعتداءات للبنان يعني هون شو بيكون الجواب طبعا هيدا يثار معه ومنأكد عليهم لأنه القصة مش مزيدات يعني انت عندك أرد محتلة مين اجا قبل ليش خلقة المقاومة بلبنان في خشية من توسع الحرب اليوم في خشية من توسع الحرب يعني اليوم صار فيه ضرب ببعلبك يعني بطلنا بجنوب لبنان عم نحكي صرنا منطقة بعلبك قبل شهر كان ببيروت وفيه بصيدة بالضحية وعلى طريق صيدة طيب اليوم هالتطور هيدا ينبئ بتوسع رقعة الحرب وفيه خشية ليس سرا أنه لبنان لا يريد الحرب ولا عنده نية بالاتجاه للحرب إنما مش معناته هيدا أنه إذا حصل على الاعتداء لبنان مش رح يدافع عن نفسه قديش يكون حجم الاعتداء ولكن نحن عم نتطلع أنه خارج منطقات الألف وسبعمية وواحد خارج القواعد الاشتباك أنتوا عم تطلعوا على مناطق جديدة هيدا التصعيد بالطيران مش بس عم تعملوا خرق عم تعملوا غارات يعني حتى استهداف سوريا من لبنان هيدا يعتبر للبنان خرق كتير كبير يعني أنه مش مفروض نحن نكون قبلينين في كرامة لبنان رح أتوقف مع أول فاصل بعد الفاصل رحكي معك عن جوني عن الورقة الفرنسوية وليش لبنان مرد بشكل رسمي عليها فاصل ونتابع المحور الثاني بعد قليل أهلا بكم من جديد نتابع الحوار في حلقتنا لهذه الليلة مع مستشار رئيس مجلس النواب أستاذ علي حمدان والصحاف السياسي والكاتب السياسي جوني مناير جوني الورقة الفرنسية والطرح الفرنسي اللي حمله وزير خارجية فرنسا وقيل بوقتها أنه ما كان الطرح موقع رسميا ولذلك الدولة اللبنانية ممثلة سواء برئيس المجلس أو برئيس الحكومة أو بوزير خارجية ما ردوا على هالطرح ولكن رجع وصل هذا الطرح بديك تختصر لي وتقل لي ما الفارق بين الطرح الفرنسي والطرح الأمريكي أو مثل ما قال أستاذ علي ما في طرح بس في أفكار يلي عم يحملها آموس هوكستين وبين الخمسية هالخمسية اللي انتظرناها طويلا تعقد اجتماعات وكما وصف أحدهم نصار بده ضابط نسق بين أعضاء خمسية شيء والورقة الفرنسية شيء ولكن وطرح الأمريكي شيء آخر يعني ثلاث طرحات لا يبدو أنه الأمريكي مثل ما طلع منه أولا هو حتى سمعت يعني ما بستبعد أنه يكونوا شايفين بعض البنود ببعض البنود بالورقة الفرنسية غير واقعية والتالي طريقة طرح الورقة الفرنسية لم تكن واقعية الفرنسيين عندهم هاجس شوفي أول شيء انت لقتهم عندهم هاجس الدور تبعهم الدور يلي تقلص وضاقل كتير بأفريقيا تقريبا كمان بالعالم الخارجي لم يعود من العالم الخارجي منطقة نصوذ وهذه صارت معروفة للفرنسيين غير نقاط قليلة منها لبنان والتالي عندهم نوع من الاتراب خشية انه يخسروا كمان هذا الموقع في لبنان خصوصا وانه مبادراتهم في المرحلة الأخيرة لسيا ما بالموضوع الرئاسي فشلت وايضا حضورهم على المستوى الداخلي تبين انه ما عندهم اوراق تأثير وبالتالي هذا الحضور الفرنسي رغم انه على المستوى الثقافي وعالمستوى التعليمي ما يزال موجود بالبنية التحتية طبعا مش مثل أول بس لكن بعد عنده تأثير بس لكن ما عم يقدروا يترجموه بالموضوع السيس لذلك لما عم يفوتوا بالملف اللبناني عم يجربوا يفوتوا مرات بالعرض مرات بالطول مرات هيدا وهيدي فاتوا فيها بشكل غير مدروس وقلتلك ما بستبعد رأيي انه يكونوا الامريكان شافوا بالعديد من النقاط او طريق الطرحة كمان هي يعني غير واقعي او غير مدروسي بما فيه مثل شو يعني انه الفل الرجعة هالأد فيه مسائل يعني مش ربما بالمبدأ تاخدية بس انه فعليا غير قابل للتطبيق يعني غير واقعية لتروح ما بتتناسق مع موازين القوى او المعادلات الموجودة او الواقع السياسي يعني فيه تنافس فرنسي امريكي على لبنان كلمة تنافس كبيرة ما فيه خليني يقول ما فيه رعاية امريكية وما فيه تنسيق امريكي فرنسي وما فيه رعاية بهذا الموضوع وما طالما جدت سيرت الخمسية بيبين فيها اكتر الخمسية ورعا لك الاجتماع الاخير مثلا يلي دعت له فرنسا عندها السفير الفرنسي عندها هو من اجل المحافظة على دورة وعلى حضورة مثل ما كنا عم نقول في هذا الموضوع بالاجتماع مثل ما عرفت من احد السفرة الخمسية يلي كانوا موجودين السفيرة الفرنسية امريكية عفوا السفيرة الامريكية بشكل كتير واضع ربما وكتير خالة من الدبلوماسية يمكن قالت انه نحن لودريان مش ما بيحكي باسمنا وبالتالي لودريان في يتحرك بمحل اخر والخمسية مش هو اللي بينطق باسمها بالتالي كانت واضحة كتير في هذا الموضوع وبالوقت ذاته كمان كانت وجهة ملاحظات قبل للقطريين بس عم نحكي حسرا بالموضوع الفرنسي الامريكي لا يبدو انه هناك تنسيق كامل على نفس الموجة بالكامل في الملف اللبنان طيب رد لبنان على الورقة الفرنسية هل صحيح انه عم بتم تحضير رد لبنان بس موري رد لبنان عليها بس اصلا لما جرى عرض الورقة الفرنسية الأول مثل ما اجيت ولما جرى الكشف عننا بالأعلام تسريبة للأعلام والكشف عننا بالأعلام كان واضح من لبنان لا يحرج الفرنسي ولا يقل له انه مش ماشي الحال فيك وبكل احوال نعتبرها غير رسمية أنا بعتقد اللبناني يعني منه غبي بيقول الموضوع يعني بيعرف يعرف كتير منه انه هو يريد لا يستطيع ان ينفذ دي اللي بيعمله غير مع الأمريكي بعتقد وبالتالي بيّن الفرنسي ليس بالتنزع نفس الموجة مع الأمريكي لذلك بعتقد يعني بعيدا عن المضمون اللاعب هو اللي أثر يعني هو الفرنسي جزء منه والمضمون كمان المضمون هل سأل أستاذ علي عن مضمون بس هل للفرنسي اليوم أي تأثير على الإسرائيلي يعني إذا بدنا نحكي عن الوضع الأمني والحرب الأمريكي ما كان عنده تأثير على الإسرائيلي فرنسي هل سيكون عن تأثير على الإسرائيلي أستاذ علي مضمون الورقة الفرنسية فهمت منك أنه 1701 هو الجواب اللبناني الرسمي ولكن مضمون الورقة الفرنسية شو اللي استفز رئيس مجلس النواب بهالورقة معتبرها غير رسمية بوقتها كلمة هني أصلا عما يقدموها كم عما يقدموها أنه نان بيب يعني لا ورقة هيدا ساعتها لا تعتمد أنه ورقة رسمية ليش عملوا خجلانين لا مش قصة هيك أو عم جسسوا نبطي يعني هيدا أحد الأسليب الدبلوميسية اللي بتكون عما تنعرض ورقة وبيكون صاحبة ما عم يتبنيها بالشكل الرسمي حتى أنه ما تنحسب وبعدين هني بتقديري مش بس بتقديري هني عم يحاولوا يعملوا تنسيق سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية وإطلاع كمان لأنه بالنهاية معنى بالتنفيذ الجانب الإسرائيلي من تاني مان هلأ اليوم نحن بدنا نحكي بما يخطص بلبنان في توطئة يعني في فقرات هي توطئة لتنفيذ الألف وسبعمية وواحد هون نحن اللي بنتوقف عليها بنتوقف لبنان ما عنده شي يقدم لما بقلك يتراجع حزب الله عشرة كيلو ماتر مثلا شمال الليطاني شو بيكون الجواب مش هيدا يعني حتى الأمريكي الطرح بالتراجع عن الحدود اللي هو مرفوض لبنانيا لسبب بسيط أنه يعني خليني أعطي مثل شعبي إذا أنا حدا اقتحم لي بيتي وقمت طلبة الشرطة بيجوا الشرطة بالأول بيشيلوني لقالي لبرة بياخدوني على الحبس والله بدوني بيشيلوني بتحم بيتي هاي شغلة مسألة بديهية مطلب لبنان بالأول أنه الانسحاب شو عم يجي الجواب الدبلوماسي الأمريكي اللي سيما على هاي النقطة تحديدا نحن ناطرين هذا اللي ناطرين لأنه ناطرين مش ناطرين أنه الطرح طبعا وعمليا إذا بدنا نقول بدء التفاوض الغير مباشر لقلية تنفيذ القرار 1701 ما فيك تعامل لبنان لقلك شو هو موقف الرئيس بري وياللي أنت عم تعتبره هو أنه شو استفزوا الرئيس بري ما فيك تحاكمي للبنان أو أنت بدك تحطي للبنان يفوت على المحكمة أنه أنت خسران حرب هو مشاك هو شو لبنان ما أنه خسران حرب واحد اثنان 1701 لبنان ناطره من 2006 من 2006 صار فيه محاولات متعددة بمجلس الأمن ما قدروا أخذوه على الطاولة بتعديل 1701 ما فيك تعامل أنت هلأ تحت مسميات ترتيبات أو تحضيرات لتطبيق 1701 أنك أنت تاخد يلي ما قدر تعدلته بمجلس الأمن طب ليش عم يجي طروحات من أكتر من موفد بعدين بس خليني كم تفضل حتى ما تعلق بزهن المشاهد أنه بين 3 كيلومتر والله 10 كيلومتر والله 7 كيلومتر موقف الرئيس بري أنه يا أخي هذا اللي عم تطالبه فيه موجود بال 1701 هل بسألك لماذا ما نفعل دغر بتطبيق 1701 لماذا فيه طروحات محيطة أنت لازم تروح على طاولة المفاوضات نحن هذا هذا اللي عم نطالبه عم نقل لهم أنه شو شروطه شروطه بيكون فيه جيش ابناني 15 ألف جندة نحن بالعكس هذا جيشنا ثانيا قوات الطوارئ الدولية عديدة بيكون مشابه وبتعمل الدوريات وهي ضمانة اللبنانيين من ضمانة الحدود الإسرائيلية نحن مبسوطين فيهم لأنه هؤلاء شهود على الاعتداءات الإسرائيلية يعني خليني أعملك مؤارنة بين الحدود البحرية والحدود البحرية بكل أسف شو عمل المجتمع الدولي لإسرائيل معتدي علينا 860 كم مربع بالمنطقة البحرية كانت ونحن نصرخ ونقول أنه يا عمي هاي حدودنا هاي تقول لا أنه لبنان لازم بس رحنا عملنا معه رحنا عملنا اتفاق معه عملنا بالضبط بتفاوض غير مباشر إنما بعد 12 سنة إلى 15 سنة تعدي على حدود شو طلع بالمجتمع الدولي شو سمعنا كانوا عم يجوا للبنان يقولوا له روح التحكيم حط دعوة بالمحكم الدولية يعني اللي حل الموضوع قام صوكسين اللي حاطت إيده اليوم بغض النظر عنك بغض النظر أنا اللي عم قول أنه طيب شو عقوبة إسرائيل عطلتك 12 سنة ما في عطل ودرر كتار بيسألوا اليوم على سيرة العقوبة أستاذ علي أنه فيك تعائب كلبنان إسرائيل اليوم يعني ما زال فيه تبادل إطلاق نار ليه بدنا نقول فيه شرعية دولية ونحن اللاجئين لإله ليه في عنا قرار يوقف حزب الله عملياته إذا عم نرتكن للشرعية الدولية بس بدك توقفي تهديدات إسرائيل مش حزب الله اللي قال أنا مني مش بيوارد إذا أعمل أنا عم دافع عن لبنان مين اللي قال بدي رجع نحن قلنا مننا نرجعون للعصر الحجري والله هن اللي قالوا شو سمعتم من وفد الكونغرس ما كانت بعد أن بلش حرب غزة لمعلوماتي هيدا تهديد نحن سمعينه تهديد ب82 موشي أرنز كان وزير دفاع عندهم وكان سفيرهم بواشنطن شو قال ب82 لبنان خطأ جغرافي وتاريخي نحن بدنا نشيله لبنان تحدي قائم لأ لك شغلي أي تسوية بطريقة لا تحصل بالمنطقة لبنان بالوضع اللي هو عم يقدر يحمي حاله فيه أفضل حالا من أي دولة تانية لا تاخد حقوقه قبل ما روح عند جوني حكينا عن طرح الفرنسي أنه منه شي رسمي وهيدي طريقة من الطرق تم يتبنوا هل إيجا جواب الرئيس بر أنه 17001 فقط لغير لأنه عم نقلهم كل اللي عم تطرحوه بضمن مرحول عم تسموها فيز 1 فيز 2 فيز 3 هون موجودين بال 17001 خلينا نختصر ونقول تفضل ونطبق إلى 17001 يعني على فكرة الدولة الفرنسية عبر سفيرهم رجعت سلمت الورقة للخارجية اللبنانية وبدون يعملوا رد اليوم في لجنة عم تدرس هذه الورقة يلي هي ما بين رئاس الحكومة والخارجية اللبنانية لحتى ترد على هذه بس يردوا مثل ما عم يرد الرئيس بر أنه روحوا على 17001 دغري أو لا مفترض أن يكون الرؤية هيك لأنه اللبنان عنده كرت بإيده ما لازم يخسره هو 17001 يلي ما قدروا الإسرائيلية على وسيلة إعلام مكتوبة الإسرائيلي كان يعتبر إذا حكينا هاي الجريدة بغض النظر بتأيديها أو ما بتأيديها إذا نزل مقال بالجريدة بيروح بيعمل شكوي علينا بمجلس الأمر أستاذ جوني لماذا ألغي مؤتمر دعم الجيش في فرنسا يعني أستاذ علي عم يحكي عن نشر الجيش اللبناني مثلا 15 ألف كمان الجيش اللبناني لم تنشره بدك تزوده بسلاح ومعدات كان فيه موعد والتغى لماذا التغى هل هو كمان عدم وضوح بالتنسيق بين الأمريكي والفرنسي وربما دول عربية أخرى هل هو عدم وضوح بكيفية التطبيق شو هو السبب صحيح هو السبب الأمريكي كمان وهذه إشارة إضافية على أنه عدم التنسيق أو التطابق أو التعاون أمريكي الفرنسي العزر يلي أعطي هل أعوز عزر مقنع هو بس بالحقيقة ما بيمنع أنه المؤتمر لما كده بتعمليه بفرنسا بتحضريه من هلأ ويلي بده تكون فرنسا هي رايدة أنه يكون ليس فقط دور سياسي لكن أيضا هي كانت حكيت عن نجاتها تقديم أسلحة فرنسية إلى الجيش اللبناني وأيضا مساعدات للجيش اللبناني وهون يمكن ربما هيتعمل حساسية لأنه واضح أنه الأمريكي قال أنه بكير بعد نحن مشي هلأ شو عرفكم من هلأ لنوصل لوقت البحث قبل 1700 وحد أول نازم يكون فيه رئيس جمهوري واثنين هذا الرئيس تكون معه من خلاله يكون نحكى بموضوع نوعية الأسلحة اللبنان نجيبه شو بدو يحوز العسكر الإضافي كيف بدنا نعمل لإله وتمويل لإله والمسائل التانية المتعلق فالأفضل أنه ما تنعمل برجاء حكي نحكى من بعده أصر الفرنسي على ما يبدو وقال كان جاي لعنده أمير قطر جاي ثلاثة أربعة وأنه بركة بتصير هذي أمير قطر وبيكون معه قائد الجيش أو رئيس الأركان الجيش قطري والرئيس الفرنسي ورئيس أركان جيوش فرنسي وبيجي بداية عليها قائد الجيش اللبناني لكن كمان حتى الفكرة ما مشي فيها القطري يعني الأمريكاني ما مشي فيها تأكيد على أنه كمان أنه هلأ مش مش ماشي الحال لكن قبل شوية كنت عم بسمع النقاش يلي هو حلو اللي كان عم تفضل فيه أستاذ علي بعتقد بالألف سبعمية واحد عندك ما بيقوله طرق تمهيد لتصري له اللي بكتصري له الألف سبعمية واحد يعني عم تحكي فورا وأنا سألت هذا السؤال فورا ممنوع الطلعات الجوية أو الخروقات الإسرائيلية الجوية على لبنان وإضافة للخروقات الأخرى بس أهم الجوية اللي كان عم بيقوله كان يعني هو ديبلوماسيا أمريكي هذا معقول نحن نقدر تطلبوا من إسرائيل من هلأ من البداية تكون بعدها مشريك بوقف الطلعات طبعا هنا عم يستفيدوا مننا بالموضوع العسكري إذا كان جواب وإذا جواب غير رسمي جواب بالنياشة على جنب فإذن مش نهاية لما عملون نحن وقفوا طلاق النار البداية والألف سبعمية واحد آخر فاز يلي هو إليه علاقة بوقف الخروقات وتثبيته بيناتهم بيكون في تثبيت الحدود البرية يلي هي بتكون الجائزة للبنان يلي لبنان رح يخدها الجائزة شاناك مزبوط معه حق هي بطاقة بإذن الألف سمعمية واحد يجب أن نذهب لتطبيقة بش بدك الجانب الإسرائيلي يطبق لأنه هي تنص أنت اللي عندك الألف سمعمية واحد لم تحترمه إسرائيل على الأقل بالطلعات الجوية على الأقل طلعات الجوية حتى ما نحكي عن غيرها وعلى المشاكل الأخرى يلي عملها الحربية والميدانية بس كمان شناك لتلي كمان الورق هن بيفترضوا وهذا شيء أنا برفضه كلبناني بس عم بحكي المسائل كما هي بواقعية هن بيقولوا أنه لأ هادي مش ناك بدك أنت درجات قبلها وهن بيعتبروا حتى كمان يمكن المرحلة التانية بيتحكي فيها عن السؤال يجب بعد وقف إطلاق النار وقبل الذهاب إلى ترسيم الحدود أمش ترسيم تثبيت على الحدود والإخراج إسرائيل من المناطق التي تعتبر هي ورقة أو ورقة ناصر للبنان كما كان السيد ناصر لفتزكري طلبه وبتقول نادى باتجاه يجب أن يكون ما بين هذين المرحلتين انتخاب رئيس الجمهورية الربنانية وأعادة يعني عم تربطوا عن حضرتك ببعض بمكان ما أكيد مربطين ببعض بس لكن عدم ربط يلي اللي عم يتمسك فيه اللجنة الخميسية أو السعوديين بمعنى عدم أن لا يكون هناك مقايضة ما بين الذي سيحصل في الجنوب والرئاسي وبين الرئاسي أو إعادة تكوين السلطة أول مفوط بفاصل أستاذ علي هل تطبيق الألف وسبعمية واحد إذا رح يصير هل رح يصير بالتزامن أو لبنان بديقول فلتبدأ إسرائيل وبطبق أنا وهل الحزب سيطبق فعلا البنود اللي على لبنان تطبيقها يعني هل رح السلاح ينشال رح يتراجع الحزب السلاح تقيل كل هول قابلين للتنفيذ إذا الإسرائيل ينفذ لبنان من الالفان وستة قبل بالالف وسبعمية وواحد على الورق وتسلح فيه على الورق وتسلح فيه لا مش فقط على الورق حتى بالتطبيق مش لبنان يلي ما طبق المطلوب منه إسرائيل ما تنسي إسرائيل ما التزمت بوقف الخروقات لا بر ولا بحر ولا جو اثنان إسرائيل اللي ما انسحبت من كامل الأراضي اللبنانية الثلاثة إسرائيل أكتر من مرة بتعطل اجتماعات اللجنة التولاتية كانت يلي هي كانت عما كمان فيه تهريب سلاح بفوت من سوريا كان فيه طائرات مسيرت بتطلع فوق يعني كمان إسرائيلي بيجاوبك وبيقلك مشان هيك نزحوا المستوطنين لأنه فيه تهديد على الحدود ما لا عزيز جسر جو مفتوح وبحر وبر بعد شوية لا إسرائيل امداد بالسلاح في خمسين أطعب البحر هي دعم لإسرائيل إذا إسرائيل قررت يعني هاي شوفي عم قول رد بعض الناس ما قوي من شان بعض الناس ما في مقاومة بالتاريخ يعني نحن دولتنا الجيش تبعنا عتودي عليه أربع مرات بهذه المرحلة وإسرائيل شو بتقول طب ليش ما رد الجيش إنه إنه نحن عم نعمل تحقيق إنه هيدا لنشوف وين نتائج التحقيق ونحن بمعنى مش نطرينه نحن لنتيجة التحقيق إنما هاي لتفرجيكي إنه إسرائيل ما عنده نوايا صافية تجاه حدا باللبنان الجيش اللبناني وبثمانينات كانت تمنع دخول الجيش وتقيم الدنيا ما تقعدها إذا الجيش بده يتشكل أو يتنقل بده جواب هكي سريع عمو المعروف قبل لقلك لقلك لاش لأرجع أقول لا نحن بنتكمش بالألف وسبع بس بيتطبق بكل بنوده هذا بدي أعطي عن السلاح تحديدا طبعا بكل بنوده بكل بنوده بمعنى الانسحاب إنت إذا انسحابت إسرائيل المقاومة بيلاقوا جدد بس بيضلل لك في مزارع شبعة وهون في خلاف ما هذا من ضمن القرار مزارع شبعة مذكورة بالقرار ألف وسبعمائة وواحد لنبدأ نحل لأمين العام من الألفين وستة بعد شهر يقدم تقريره على مزارع شبعة ما جابه للتقرير رح توقف مع فاصل ونتابع المحور الثالث بعد قليل أهلا بكم من جديد قبل متابعة الحوار نستمع إلى رأي الخبير العسكري العميد المتقاعد خليه الحلو إلغاء المؤتمر الفرنسي لدعم الجيش هذه الإشارة تدل على خلافات بين الجهات الواهبة أو الجهات التي تمنح الجيش في وجهات نظر مختلفة وفقا ما رشح لا أعتقد أنه له علاقة بشخص فائد الجيش أنه في خلاف على مستوى أمريكي فرنسي على بعض النقاط بس مش معينته خلاف على الأهداف نيناتهم بدون استقرار بلبنان نيناتهم بدون أنه الوضع بالجنوب يهدى فرنسيين عندهم مصالح كتير كبيرة بلبنان بدي ذكر أنه شركة توتال مثلا هي عندها بلوكين يعني بدأت تستثمرهم بالنسبة للغاز وإهتمام وإهتمام الفرنسيين بلبنان كتير كبير لأنه فرنسا بشرق المتوسط هذا البلد الوحيد يلي عنده بعد وجود وتأثير فيه مشان هك الفرنسيين مهتمين أنه يضل في استقرار بلبنان يضل في جيش قوي بلبنان لأنه هن من ناحية تأثيرهم بزيد بلبنان ومن ناحية تانية بيستفيدوا من الاستقرار يلي بيأمنوا الجيش لمصالحهم الاقتصادية بالنفط والغاز وغيره الأمريكيين أصيصا عم يدعموا الجيش بدون أي مؤتمر يعني ونحن نحن هون بالجيش من سنة 2008 لحديث هلأ عايشين على المساعدات الأمريكية ما كان ممكن يكون الجيش مستمر لليوم بدون المساعدات الأمريكية اللي كانت عم تتروح بين 75 مليون دولار بالسنة وأوقات عم تطلع لل450 مليون دولار وصار عنا يعني التسلح اللي موجود في الجيش اليوم غير مسبوء بفضل هايدي المساعدات استاذ علي قبل ما روح عند جوني بس كنت سألتك سؤال يمكن على كترة المعطيات وفد الكونغرس يلي زار لبنان والتأى رئيس مجلس نواب من ضمن رسميين آخرين هل نقل تهديد جديد للبنان على غرار كل الموفدين اللي اجوا على بيروت أو كانت جولة استطلاع فقط شو كان أبرز يعني المساج الرسالة اللي وصلت وجواب بالرعمال المعروف ما حدا نقل تهديد للبنان وتحديداً وفد الكونغرس الأخير شو كان وفد مجلس شيوخه ومش وفد كونغرس أوكي إنما الكل اللي عنده نخوف ذاته بمستويات مختلفة إنه إسرائيل منى مطمئنين لكلام اللي عم تعطيه وإنه إسرائيل عم تسحب من منطقة غزة وتطلع على شمال فلسطين لأنه إسرائيل اللي عم تقول إنه أنا مستعدة للحرب إذا هيدا المسعى السياسي ما مشه هيدا كان الكلام اللي اسمعناه من مجلس الشيوخ واللي اسمعناه من غيرهم ونحن كان ردنا واضح إنه لبنان يلي بحاجة أمام هيك نوع من رسائل لبنان اللي بحاجة لتطمينات مش الجانب الإسرائيلي اللي بده التطمينات يعني ما في بتاريخ لبنان كله ما في عنده إنه هو والله شتاح بلد من جيرانه دايما لبنان يلي هو مستهدف من شان هيك لبنان بحاجة لتطمينات لبنان بحاجة إنه يشوف المجتمع الدولي متمسك بقراراته الدولية مش اليوم إنه أنت بتوصل لكن لشو أخذنا قرار بمجلس الأمن الـ 1701 إذا ما نرجع وأحد الأطراف ولا لا بدنا نوقف عند خاطره ما نطبق الشرعية الدولية فإذن لا استاذ جوني هل الجيش قادر اليوم يعني كان قال قبل شواء استاذ علي إنه إسرائيل استهدفت الجيش اللبناني أكتر من مرة بس كلنا شفنا إنه الجيش مرد هل هو عاجز هل الأسلحة اللي عنده ما بتخدم إنه يرد أو هو عم يحتوي لأنه إسرائيل طلعت بررة إنه ما كانت أصدى الجيش اللبناني وبالتالي هل بإمكانية الجيش اللبناني أن ينتشر جنوبا أكتر من وجوده هلأ مشي الجيش اللبناني يخضع لقرار السلطة السياسية طيب يعني قال سلطة السياسية ما بدأت ترد قرار الحرب فات فيه سلطة سياسية لا هل الرد تدرسي على إله علاقة بيوصل لوين ولا أي حدود وبالتالي الاندماج كنت قبل شوية عم تحكي عن الوفد الأمريكي وفد مجلس شيوخ يلي إجوا على لبنان يلي أنا برأيي يلي كانوا حاملين الوجهة الأساسية أكيد لتقول المسؤولين لكن الوجهة الأساسية تابعهم كان ذهب إلى عند قائد الجيش بعدة نقاط إحدى هذه النقاط ما أثيرة ضد الجيش في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى مراكز مجلس شيوخ مظبوطة يعني أنه صار فيه مين حرتق باللبنان بيقولوا على الجيش اللبناني أنه يتماهى مع حزب الله وماذا مش جديد نحن سمعناه من العبل طبعا هن على هذا المستوى هن مجلس لأكدوا على العلاقة المنتازة معه بينه بالجيش لأنه يجوا هون حكيوا كتير أشيدوا كتير بموضوع الجيش وإذا بتتطاع زي تناولوا العشاء عند ببيته لقائد الجيش هذه دليل الإشارة إيجابية أكثر وحكيوا عن المساعدات ويليل يجب يخذها لقدام وهو وهو وسألوا عن كل هذه الأوضاع بس هون هيدا ليش كنت أعبلك عن هيدا بالآخر عندك طريقة للتعاطي وتعرف أن الجيش عنده عدد استحقاقات واحدة منها استحقاق سياسي يعني لما عم تحكي رئاسة الجمهورية طبيعة الحال يلي هو موجود يعني من هو محروق اسم قائد الجيش للرئاسة بعد كل هذا الكلام أنه اتهاموا بالقرب من الحزب وأنه أتلك أنه مجلة يلي واحد إجا طيطمن ولجنة شؤون إجا أثنوا وأكدوا وشدوا إيدهم على الجيش وطبيعة اللقاء مثل مصاري لتناول عشاء كلها لرمزياتها وبالوقت ذاته كمان أكدوا على الدعم لأنه رح يضلهم ساندين ونحن المؤسسة الوحيدية التي نحن عنا ثقافية للمرحلة المقبلة لم يكن تركوز لقدام ما كان فيه كلام سلبي هلأ حكيوا عن المخاطر يلي موجودة مضبوط وتسليح الجيش وأكدوا عليه أنه لازم لقدام وأكيد وأنا بعرف أنه بالبرامج يلي محطوطة لقدام ما تروح عندما سيجري توسيع عديد الجيش للـ 15 ألف لا يقدروا يكون بالجنوب وهون في عندك أعتقد في طلبات صارت من شان بس هالأوقف ما بيخدوها لألت أمن المالية تبعون وأيضا إدخال تزويد الجيش بأنواع جديدة من الأسلحة تلائم مهمته يلي رح تصير بالتطبيق ألف سامية وواحد لما يحين للوقت لهني فأذن كل هذه المسائل التي هي موجودة نأخذ الفرصة لنقول أنه في فرصة إذا بدون يدعموا للجيش ويبنوا مطلوب يبنى جيش يستطيع الدفاع عن لبنان تسليحوا بهالشكل أصبع نحن معقول هنا السؤال أرجع هنا أقول تطلب من الجانب الأمريكي أصدقاء لبنان مش بس الجانب الأمريكي كل أصدقاء لبنان يلي عم مهتمين بدعم الجيش أنه دعمونا جديا بالزبط مش بنظرات ابنه جيش يستطيع الدفاع عن لبنان لأنه لفت تحت هذه بس خليني أحكيها سريعا أكيد أنا بتمنى هذا الموضوع بتمنى الجيش اللبناني يكون عندي إذا بس تسمع وجهة نظر الأخرى بيقولوا هني نحن لما عطينا هذا السلاح للجيش سنة 75 قصم هذا الجيش وأطحى هذا السلاح العطيني اللي كان مجهز بساكل كبير أمريكي وفرنسي كان يومتا كان يعتمد على الثنين صار بياد الميليشيات وبعدين صار بأياد أخرى واستخدم هذا السلاح ضدنا ضد مصالحنا هي بيقولوا الأمريكيين يقولوا بعدين يعني اليوم مترددين يعملوا مترددين هني لما عم بيقولوا يعني هاي يعني هاي دي السال في حد ضل بثنينة وثمانين ثلاثة وثمانين بس ما في كتلو مي بثلاثة وثمانين برجع بيقولك أنا بدي غير هيك بس كمان هو حجته بثلاثة وثمانين هذا السلاح نزع سلاح الحزب من قابل تقوية الجيش أنا أعطيت هذا السلاح ولشي مش نزع سلاح الحزب ما بعتقد مطروح بشكل بشكل جد حتى إذا بدك تقولوا للجيش لبنان انتشر جنوبا رح يعطوه اللي فهمتوا أنا دايما أجوبته نتوصل لعون حتى هلأ من ست سنين وإحدى النقاط يلي بتلعب لمصلحته لجزيفة عمو بقيادة الجيش يلي تمسكوا فيه شو النجاح أنه كل الأسلحة يلي عطيوها للجيش يلي هي متواضعة نسبة للميادين الكبرى هذا السلاح يلي كانوا يجوا دايما وأنا بعرف خبرة من الجيش الأمريكي بشكل دوري يجوا بالسنة أكتر من مرة كانوا يلاحظوا أنه هذا السلاح بقي بالجيش وما طلع منه خرطوشي لبره فأذن هي هاي النقطة الأساسية اللي عندهم بيتزرعوا فيها لحتى ما ناخد نحن سلاح على مستوى عالي ويكون جيشنا على مستوى جيوش المنطقة أستاذ علي يعني أنا بتزعجني ما بريدها هاي مش أول بلد بالعالم بيصير فيها يلي هو ما يسمى بحرب أهلية أو إنسامات سياسية داخلية والأمثل كتير بالبلاد يلي عما توصل نحن مش هون أصلا الإسام اللي حصل بالبلد والحرب اللي طالت 14 سنة كمان هي نتيجة نظام هني ورطونا أستاذ علي بدي استفيد من وجودك معنا لأحكي شوي بملف الرئاسي وبدي جوابات سريعة عمو المعروف عم يخلص وقت هل في ربط بين جبهة الجنوب والرئاسي؟ ما يجري هو حافز لانتخاب رئيس الجمهورية طيب في انتخاب قريبا قناعة تيم تيم أنه يجب انتخاب رئيس أنه ما يجري مش نراربطهم ببعضهم لنحل هاي منحل هاي لا ما يجري نهيك عن الوضع الداخلي الإكتصادي الإجتماعي الميلي الإنسام السياسي هيدا حافز لانتخاب رئيس هو حافز بس أعطي الحزب والرئيس بري خيار أنه هدوا جبهة الجنوب بتسموا أنتوا رئيس جمهورية عزوكم صارت؟ مش ويردي السؤال تاني رحنا على قليك أنه شو هالمؤايدة بالسيادة يعني أنه أنه والله رئيس جمهورية نحن بنقبل فيه أنه مقابل شو تهدئت الوضع بالجنوب تهدئت الوضع أنت عندك وتراجع الحزب وتراجع الحزب ما حتى يربحنا جميلة عنا قرار كالبنانيين عنا قرار أمام أصرار الرئيس بري ونظرته أنه يجب انتخاب رئيس النقب غسانس كاف بيقول فيه رئيس قبل الأعياد المقبل فيه رئيس فيه شاعر الرئيس بري أنه الحركة ستنتج رئيس الرئيس بري نهيكي عن المبادرة اللي اقترحها يلي هي ويلي اليوم هلأ صرنا عما نشوف فيه تحرك نيابة الكل صار عما يهدف ما رح نغلط استغفر الله ونقول أنه حوار لها بيزعب في شوار تشاور تشاور هاي دينامية فكرة الاعتدال هي فكرة الرئيس بري برافو عليهم عم يشغلوا سموها تشاور منيحة قبلوها الأطراف الأخوات والإخوان كلهم أنه والله بالتشاور مش حوار طيب عظيم فليكن إذا منوصل لهذه القصة منروح على جلسة بجلسة مفتوحة متعددة الدورات على أن يبقى النصاب قائم 86 ومننتخب رئيس جمهور شو الشروط لتكون في دورات مفتوحة ومتتالية عند الرئيس بري بس مجرد قعده شو الشروط الشروط أنه يبقى دائما أنت ما بدك تنتخب رئيس جمهورية بلا بلا بس بظل هيدا الانقسام شو لاش الرئيس بري عم يقوله نشاور ونعمل تشاور لا لأنه فيه انقسام بالمجلس ما حدا ولا من الفريقين قادر يصل إلى انتخاب رئيس بما يملك طيب إذا ما تشاوروا بين بعضهم إذا ما وصلوا إلى تفاهم محدد بس بدوا الرئيس بري أنه يوصلوا لإسم من وراء التشاور رئيس بري بيقوله إذا بتوصلوا لإسمين أو دلت منروح على جلسة وساعتها اللي بيربح أهلا وسهلا من قم كلنا نبارك له طيب مين بده قال أنا ما رح أترقص هالتشاور أو هالحوار كيف رح بتصير يقرروا الشباب يلي هو عم يقول أنه أنا مش همة أني أترقص وهو أصلا كان يعتبر مش إدارة يعني كان مدير للحوار شو مدير الحوار أنه بنظم الدور بالكلام وبيعمل منتس أوف داميتين يلي هو الاجتماع ويلي هو كل هيدا الأمور يلي أصول بإدارة أي اجتماع هيدا متنازل لهم عن الرئيس بري عم يقولون يتفضلوا بيقدروا ينتخبوا بين بعضهم أين ترجح يعقد هالجلسة المفتوحة شوفي فيه مسار ما فينا نهمله مع كل ما يقال عن اللجنة الخماسية لكن اللبنان ما في يستهتر بدول صديقة ويلي في منهم دول شقيقة أنه هي عم تقول نحنا بدنا نهول زاروا الرئيس بري وبعدني بوقف على الكلام اللي قالوا أنه نحنا ما عنا فيتو ما عنا تسمية نحنا جاهزين للمساعدة باللي أنتو بتشوفوه مناسب وهلأ هن الاجتماع الأخير اللي حصل عما يحضروا آلية بيعتبروها أنه هاي ممكن تكون مفيدة لمساعدة لبنان بانتخاب بس إذا أقول الفرقاء قعدوا وتشاوروا أمتى الرئيس بري حدد لهم جلسة مفتوحة إذا قعدوا وتشاوروا وصلوا على نتيجة بأسرع وقت ما يعني نتيجة أو إذا أسمين أو ثلاثين يدعيون شوفي النتيجة عند الرئيس بري إذا تفاهموا أم لم يتفهم عما يقولوا شو مبادرته كانت يعني الدعوة لجلسات مفتوحة ستكون حتمية طبعا وشو هو ليش قال لهم بمبادرته ما ضروري نحن إذا أنتوا فدتوا على الجلسة كان موقف القوات واضح أنه شو بيقول طيب لا كان تجاوز الحوار وروح دغري على انتخاب يعني طب ما منكرر آخر شي جهاد أزعور لا رح يعدوا يتشاور وبعد قداش بيدعي لجلسة عاقبة يعني قداش أمتى حيكون جلسة التشاور عم يعملوا جولات النواب بعضهم وهو بيدعي لجلسة مفتوحة أمتى إذا وصلوا لنتيجة مباشرة بيدعي لجلسة أنا بدي أشكر وجودكم معنا بهذه الحلقة انتهى وقت شكرا أستاذ علي شكرا أستاذ جوني مشاهدين أنتهت حلقة المشهد اللبناني لهذه الليلة ألقاكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة